حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله هذا هو الإخلاص هذا هو الصدق فليس كل من قال هي تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة نعم هذا معتقدنا الذي ندين الله به تعصم ماله ودمه في الدنيا وتنفعه في الآخرة يقينا إن قالها لوجه الله يبتغي بها رضاه إن قالها مخلصا من قلبه صادقا من قلبه تنجيه إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث رأى مسلم غيره من حديث عبدالله مسعود لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وحديث الشفاعة الطويل الذي رأى البخاري ومسلم وأصحاب السنن معروف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخروا ساجدا بين يدي الله جل وعلا فينادي الحق تبارك وتعالى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع الله هذا قدر نبينا عند ربنا هذا مقام حبيبنا عند إلهنا جل وعلا يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب ائذل لي في من قال لا إله إلا الله ائذل لي في من قال لا إله إلا الله فيقول جل جلاله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله توحيد عظيم التوحيد شأنه جليل التوحيد والإكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لا أذابتها وبددتها قد يضعف الموحد لبشريته لكن شتان شتان بين موحد يقر لله بالوحدانية والألوهية والعبودية ويصرف العبادة لله لكن يزل في بعض المعاص والذنوب لضعفه ولبشريته شتان شتان بين هذا وبين مجرم جاحد مجرم جاحد يكفر بالله ولا يقر له بالوحدانية والألوهية والعبادة بل يصرف العبادة لآلهة باطلة منكرة مكذوبة مدعاه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار مستحيل يا إخواني مستحيل تلك إذن قسمة ضيزة لا عدل فيها هذه النصوص بل وأضعاف هذه النصوص كثير جدا تدل هذه النصوص على أنه لا يخلد في النار أحد ممن قالوا لا إله إلا الله من أهل التوحيد والإيمان لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد والإيمان معتقد وأهل السنة من رحمة ربنا جل وعلا خلافا للخوارج والمعتزلة وغيرها من الفرق وسأبين إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر